للمزيد ينضم إلينا المتحدث باسم البنتاجون لشؤون الشرق الأوسط تأريك باهن أهلا بك سيدي وصفت الأعلان الروسي بأن مهمة القضاء على داعش في سوريا قد انتهت إذن هذا الأعلان وصفته بأنه مثير للاهتمام لماذا؟ علما بأنك قلت أيضا بأنك تختلف معه بالكامل لا يزال هناك ثلاثة ألاف مقاتل لداعش في سوريا والعراق يجب التخلص منهم وعندما يتم التخلص من هؤلاء الثلاثة ألاف سيكون هناك المزيد من العمل لمنع إعادة ظهور داعش والتعامل مع القاعدة والنصرة المجموعات الإرهابية الأخرى والحصول على الأراضي التي يسيطرون عليها الظروف التي سمحت لهذه المجموعات بالوصول إلى مواقع الحكم والسلطة يجب إصلاحها ما ننظر عليه الآن هي ظروف تتعلق بتواجدنا في سوريا وسنستمر في دعم قوات سوريا الديمقراطية ومساعدتهم على إعادة الخدمات الإساسية ونزع الألغام وتوزيع المساعدات الإنسانية والسماح للنازحين واللاجئين بالعودة إلى بيوتهم بالتالي سيدي إذا كان الأعلان الروسي هو بيان سياسي توقيته برأيك وما هو الغرض منه سأحيلك إلى الحكومة الروسية لمعرفة ما هي تكتيكاتهم وراء هذا الإعلان أو التصريح أقول لك أن الاتحاد الروسي والنظام السوري لم يحرز أي تقدم ملموس ضد داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى مثل النصرة والقاعدة ونحن لا نزال ننظر على الاتحاد الروسي والنظام السوري للوصول إلى نتيجة إيجابية للحرب الأهلية وهذا ما دفع لصعود مجموعات مثل داعش سيدي تحدثت عن ظروف تواجد القوات الأمريكية في سوريا لماذا اختارت الولايات المتحدة أن تعلن الآن عن وجود الفي جندي أمريكي في سوريا وما هي المهام المكلة إليهم غير القضاء على داعش أو إضافة إلى القضاء على داعش الوزير وجه قبل أشهر وجه البنتاجون لعمل تقييم دقيق لنشر القوات وتبسيط عمليات المحاسبة كما تعرفين تحدثنا عن 500 في سوريا في الماضي الآن العدد وصل تقريبا إلى 2000 في العراق حاليا لدينا حوالي 5200 عنصر لم يتغير أي شيء بالنسبة لمهمتنا أو مقاربتنا في سوريا أو العراق حتى على الرغم من أن وجود داعش المادي يختفي هناك الكثير من العمل لدعم قوات سوريا الديمقراطية إذن بدلا من قوات مقاتلة نرى تحول إلى مهام تدريب واستشارات بشكل عام أعدادنا بدأت فيها الانخفاض ورأينا بعض الأصول القتالية مثل المدفعية ومشاة البحرية بدأت تخرج من مصرح العمليات هذا لا يؤشر إلى انسحاب كبير ولكن يشير إلى تحول في مهمتنا وسيكون هناك الكثير من التركيز على التدريب وتوفير الأمن وبالتالي القوات الشريكة تستطيع أن تقوم بحياة عادية سيد باهن تحدثت من خلال إجابتك عن الدعم الأمريكي لقوات سوريا الديمقراطية وردت تقارير عن دعم جوي روسي لهذه القوات إذا كان هذا الأمر صحيح في دير الزور هل يقلقكم هذا الموضوع أم على العكس أعتقد أن هذه المزاعم مثيرة للاهتمام أيضا نحن نركز على دعمنا لقوات سوريا الديمقراطية وكانوا شكراء موثوقين حتى الآن وكانوا ناجحين ليس فقط في هزيمة داعش وإنما الحفاظ على أراضي شاسعة داعش لم تستطع استعادة أي أراضي مهمة في أي مدينة رئيسية هناك الكثير من العمل أمامنا لتدمير العناصر المتبقية وسنستمر في العمل مع ودعم شركائنا في موضوع آخر هددت حركة النجباء المضعومة من إيران هددت بمواجهة القوات الأمريكية ومهاجمتها في العراق طبعا ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالقدس إلى أي مدى تأخذون هذا التهديد على محمل الجد وهل من إجراءات تقومون بها أو تعدونها في حال حصول هذا الأمر أو تفاديا لحصول هذا الأمر نحن على بينا قرأنا التقارير الإخبارية أيضا ولن أستطيع التطرق إلى أي معلومات دقيقة حول قواتنا التحالف الأمريكي أو التحالف الدولي وأمريكا قادرين على الدفاع عن أنفسنا إذا دعت الحاجة شكرا جزيلا لك المتحدث باسم البنتاجون لشؤون الشرق الأوسط شكرا لعرائك شكرا لعرائك شكرا لعرائك